باسم وزير الخارجية يرجى من جميع المختصين السماح لحامل هذا الجواز بالمرور مع تذليل اي صعوبات تعترضه وان يبدل له العون ويحاط بالرعاية عند الاقتضاء تبقى هذه التوجيهات المكتوبة في الصفحة الاولى من الجواز اليمني مجرد كلمات على ورق تماما كالحكومة التي كتبتها فحامل هذا الجواز لا تدلل له الصعوبات عند مروره بالمطارات بل يذل المواطن اليمني الراغب بالسفر الى احدى دول الخارج بغرض العلاج بالتأكيد لا بغرض السياحة تبدأ معاناته منذ التفكير بالسفر بداية من الحصول على تكاليفه الباهظة ثم صعوبة الحصول على جواز سفر والذي يستغرقه اسابيع ثم يأتي بعد ذلك الحصول على تأشيرة دخول للدولة المنشودة مع العلم ان كل الدول العالم تمنع دخول اليمنيين الى اراضيها الا بتأشيرة دخول عدى دولة السودان هذه التأشيرات ايضا لا يتم الحصول عليها الا بشق الانفس المملكة الاردنية مثلا والتي يقصدها اغلب اليمنيين لغرض العلاج تشترط للحصول على تأشيرة الدخول ان يكون خاليا من الامراض وكأنه يريد الدخول اليها لغرض السياحة لا من اجل الحصول على العلاج الذي لا توفره بلاده كثيرة هي قصص المعاناة التي يعيشها اليمنيون في المطارات ولعل اكثرها وجعا قصة مؤيد الحميري الذي توفي في مطار الملك علياء بالاردن بعد ان صادر امن المطار ادويته والقاها في سلة النفايات تاركين اياه ملقى على وجعه حتى الموت الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الخارجية والسفارات اليمنية في هذه الدول تقف امام معاناة ابنائها وتعنت المطارات بحقهم مكتوفة الايدي ليبقى المواطن اليمني عالقا بين صرخة وجعه وصمت حكومته موسيقى موسيقى